وهي الأهم ما كنا سوا في حوض الواصل المشتركة يلي نحن من شركة مع تيار المرادة وهلو سهلة فيه نحن نتشارك على هذا المكان من تريد مشترك ومن تواصل مشترك ومن مبادئ مشترك طبعاً إن كلنا تعرف أنه نحن والحزب الأحلال هنديان رئيس فغرية الجدي ورئيس شامعون كان فيه تريد نضالي كتير كتير ومساها مساوة بحماية قوية لبنان ومساها مساوة الدفاع عن لبنان بوجد التوطين بوجد المشاريع اللي كانت عم تهدد لبنان بوقتها بالإضافة إلى تواصم كتير ومحطات عديدة شبيهة ببعض البعض ولكن أهم من ذلك المبادئ المشتركة شاركناها وضحنا بالهجلات نحن وهذا الكذب من عشرات السنين وصولاً حتى اليوم أكيد اليوم عم نتطلع نظرة مشتركة تجاه نستقبل هذا اللبنان يعني فيه تهديدات كبيرة اليوم عم نحن نحن نتصور ونشارك سواء أواجس المنقيمين في لبنان الباري اللبنانيين ونخرص كمان على إعادة آمنة لللاجئين السوريين إلى بلادهم وإلى وطنهم الأم يجب أن يكون أضيئة أساسية وأضيئة كثيرة أضايا كثيرة من الجاهة البلد لا يوجد سواء بها بلاد عيس البلد عم تتفكك من أساساته البلد عم يتحلل شوية شوية أنا ما بدي يكون فقط متشاعد لأنني شاهدنا بهذا الصيف أنا سمعت هذا الصيف صيف الأمم ألفين ودلل وعشرين هي سنة اللبنانية عم يقع من حالة الأحبار اليوم في موسم صيف المغدربين عيقون مورسيين في لبنان الحركة السياحية اللي عم تشوفها في لبنان عم قلت أمن مهل واحد منا الطاقة المشاريع اللي مرضي في لبنان هي رسمان الحائلية اللي محسس فيها الماركة اللي جاي ولكن هذا لا يكفي اليوم بضل تفكك مؤسسات الدوسة بضل المؤسسات الأمنية والقوى الأمنية والجيش والقوى الأمنية بضل هذه الظروف المأسوية والمعيشية ما فينا نقول أن الوضع دي شاء اليوم القطاع التالبة واليوم عند القطاع كلنا جدنا ساولة معارضة للقطاس وهي اللي يتعجب لرأس الدولي ما فيها تبقى بلا رأس اليوم برجع أول في شوية الأمل غير أنه نحنا من دون رئيس غير أنه نحنا مؤسساتنا عم تفك في خطرة كبيرة لهم وبزيط الوقت في عندنا بلد حلو بلد قوي بلد عنده كل قطاعات جرينة أنه نترك البلد رائع بهذا المرحة ما نكون عم نعلم شيء وهذا الحوار رمز بالأحباب نصور اليوم في السم بهذا الصياج لترتيب وساعد التكمل الدولي للحفاظ على الدستور وعلى المؤسسات لإعادة السائل قطمة في لبنان الجديد اللي كلنا بالنيات لبنان يقولوا ما هو إغرعه في مكان لا لبنان بإرادة الوطنيين والناس اللي عندهم إصادة تجاه هذا الوطن بإغرع أحسن من المكان مش بس من المكان بس بدأ تكون النية والإرادة السياسية موجودة ونحنا مفتحين على الحوار مع جامل الأحزاب ومع كل الأحزاب بما يتعلق المرحلة الآتي والمرحلة القادمة ومع خزب الوطنيين من الأحرار نحن نقوم بهذا الشيء ولكن بالإضافة إلى ذلك نرجع أقول في تاريخ نضاضي كثير كلي بتضحيات في دن بيجمع المساور بالمرحلة السبعينيات كانوا الرئيس خراريكي والرئيس شامعون بتنصيب يومي لكمية هذا البلد من المخاطر ومن المرئيسية اللي كانت عمد لحم البلد وتحديدا بعد طلقاش نيسان وبعد الدلاع الحرب الأهلية في لبنان وكأحزاب وكطيار ولكن أنا ذاك المرة نفعل كثير كثير دفاع عن البنان يلي بعضنا لأهلية عم عم نطوق له بدنا عم نسعى له ولكن أيضا بهذه الهوية التي حمايناها بالدماج وسنحميها وسطط حراحيا هوية لبنان الأساسين لأنه هدا هوي لبنان لمنعنا عادي وهدا لبنان لبحث من أشهر جهودنا وهدا لبنان يلينا هنحن نحميه وكل ما لدينا من قوة ومن طاقة وإذن الله سننجع مش هننجح واحد لها ولكن برجع عود سننجع بخوة وطدرة وطاقة كل إنسان لبناني يحب هذا الوطن وأنا أعطى كتب كل البنانيين بيحبوا البنان كل البنانيين بدل البنان يكون أخبر من أخوة اليوم وهذا الطاعة موجودة ونحنا متأمنين خير ونحنا ولكن هذا البعد وهذا الحاجة ما نتركه وهذا الحالي من المحدة عميكة مع حدا هذا محوظة للمحدة أننا اليوم هنصير إذنه سنين من نور أية جمهورية ما في حدا بيبتي مع حدا اليوم نحنا الوطنيين الأخرى اليوم عايزيالة رسمي تشرف فيها أنا مش 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 اركات بشكرا حضرت الرئيس المسر ولكن أنت أيضا صديقي عايزية والعلاقة الشخصية بيناتنا بدأت من مدرة طويلة ليوحي تجرر العلاقة الشخصية هذا التنسيق بشكل عن ياخد طابق رسمي أكثر نتمنى التطور ومنتمنى أنه هذا التنسيق والحوار يكون طريقة التعامل بين كل الوطنيين لأنه ما قلنا الله معنا ما قلنا ما حدا سيتطلع فينا سيحبنا سيحب وطننا أكثر من نحنا من الحكومة خلينا بمرة واحدة نتكل على حالنا نتكل على ذاتنا علنا نخرج من هذا هذا حالة الشلق الذي نفنا فيه الذي لا يوجد ولا حدا له مصلحة فيه برجو أبكد أنه أنا مؤمن أنه عندنا يتطلع فينا أكثر أنا لا والهي الدفاع الجاية من الطاقات اللبنانية التي نحن نشوفها تحديداً هذه الصيفية رجعت شوائي حيات الأطلوب اللبنانية ولكن ما نلسى فيه مئات آلاف ضحايا بالأزمة الاقتصادية والانفجار الاجتماعي الذي حصل أكثر ما نذكرهم ونقول إن شاء الله بإيجاناً الدولة على يدور السياسيين على ينظر أحزائي على ينظر والمجهل إلى كل ذلك هو أنتفاض رئيس سيادي قادرة أن يتواصل وأن يتحاول مع كل رئيس يؤمن الإصلاحات الضارية على الصحيحة والسياسة لأننا أرجع لبنان على ثلاثة الدول يدور الشرطان التي 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 تتوقيا ومن أن تتوقيا وأن تتوقيا وأن أحزائي وأن شكرا تطبع دستور صالح كل مباطن المنين لأنه ما فيه إلا دستور يعني شكرا بعد التنصير خلصنا نشهد داما بيئة أحرار بيئة أحرار بيئة أحرار طلع فيني أنا هالسؤالي اليوم معنا بعدنا اليوم اليوم ما حكينا لهذا الممورة صلى الله عليه وسلم طبعاً طبعاً نحط لها الأمور الأسفية التي تشمع المسبات اليوم مفتن في أي جلسة محطبة الإنطلاقية الأحرار أحرار تكتستعلي لأن أحسن الأستاذ لرئيس طبعاً بعد نعرف بمنحة المشاور طبعاً منع نجيل رئيس جمهوري منشتاك طبعاً بدنا نجعل نقول إن بدنا رئيس إصلاحي بدنا يطبعاً يكون سيئاتي وأكيد بدنا نكون حاملة بسطور لأنه بسطور إذا ما بتطبق ما رأيك شي شيء بدنا الإصلاحات ما بتنشيلها من خلال بسطور هل فرأة المواصفات إسلامية فلنجية؟ هل فرأة المواصفات بيعيش تتغير ماذا سيئات فلنجية؟ وطنياً أكيد إسلامي فلنجي بشركة ناردين أصدقاء وما في شك أنه هو منذورة شحين بيزين بيعون لكن من هبداً شهرين ما نعرف بزرق وما تتغير مواصفات هل كمانا التنصير مع قوات البنانية لأشياء هذه الزيارة؟ أو بيجي عزم القوات البنانية؟ هل تتغير مفتاح؟ لا أخي عزم بسنا بسنا احنا كل نحب نكون بكلها الاستشارات وكلها اللقاءات نعملها فوق الطاولة وواضح للكل لأنه نحنا معنا شيء صبي بالعكس نحنا بدنا القوات البنانية وبدنا كل الأحزاء بتشارك معنا الفكر حتى نقدر نتوسط على انتخاذ رئيس الموري يكون يعني قريب على على المكان تمانا في كلام كثير بقول أن حدثت محكز ترمبيل وليس مستنعقية الوزير سترق جهة مزرور ما صوته حتى بالجلسة الأخيرة؟ صحيح؟ نعملها 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 وليس مستنع بس لأنه هناك عرار ضمن وكلما كلما نعشي بالعرارة ونحب يعني نكون في خلال بيني وبين رفاق وليوم ما تغيير يعني نشوف اللقاء مع خيار المرضى ما تغيير من هذه الجلسة لتحابة جهات أزهور عماليوم تغيير لأنه هو شيء لا نجح جهات أزهور ولا نجح سلمان هناك مرشحان لذلك ما نشوف إذا الزوزن قوية ولا يمكن نروح على خيار ثاني أو ثالث نصل كلنا سواء نكون من تفعيل على الرئيس حتى ما يسئل خربطات وما يجي على الرئيس لأنها وصلت مخلونا فهذه فكرة مخلونا ممنوعة نحن بلنا ظل مفقين والأحباط ممنوعة والأحباط عم بحقية للشعب الرباني وله السبب لازم نظلنا عطولا نفكر لقدام ونشوف أي مرشح بيقدر بالفعل يكون قريبا يكون مقبولا من الكل وهي شجرة شوية صعبة بها الصروف ولكن من ضمن الحكم وهل ما أقول يكون خيارك مختلفة عن خيار القوات اللبنانية؟ لا لا لم يكن رئيس جمهورية قوات يعني رح جرب رح جرب انه لازم نلاقي حدا من يقدر ينجح ولازم كلنا نحط جهودنا نحنا والقوات والمرضة وكابل الأحزاب اللبنانية لازم نحط جهدنا تنجيل رئيس جمهورية بالفعل يقدر ينقذها البلد نحنا بمرحلة انقاذية وبدون انساني بس دازم هنفففل يطلب الماشي هل زيارة اليوم تنجل ضمن انفتاح البلد على الأحرار أم يطبع عليها البعض أليس لا أكيد هنجل زيارة بنرحل فيها وميش عباية بزن خارجة التوزيع الكوة القائمة والاستقاف السياسي الحال ماذا بإمكان هذه الزيارة أن تترك منتدعيات على المشهد السياسي؟ ماذا بإمكان هذه الزيارة تنجيلة؟ وهي نحطها من المحطات اللي بدنا نكفي فيها لا حد من أن نصل على دعوة الانتخاذ وقتها نكون أنجل يعني بدلنا كل الشهود نتوصل الانتخاذ الشهودية شكرا شكرا شكرا